طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون العالم أحبائي بيبحث عن سراب عن أوهام بيبحث عن أمور بلا أساس بيبحث عن قيم كلها رح يعني تندثر وبيبحث عن أمور مادية عالمية كلها رايح يتركها لكن في جماعة اللي فعلا عطشنين جعانين لعمل الرب جعانين وعطشنين لمجد الرب جعانين وعطشنين أنه يشوفوا اسم الرب يرتفع وملكوت الرب يمتد في كل مكان وما بيهدوا إلا ما يشوفوا اسم الرب يسوع في كل مكان وعلى فكرة هاي رغبة قلبي وشهوة قلبي ومشان هيك على فكرة احنا منصور في الطبيعة انت شايف المنظر الحلو من وراء لكن أنا موجود على حسك وعلى شوك ودرجة الحرارة أكتر من أربعين اليوم وصلت 42-43 درجة مئوية يعني كأنه عم بعمل هذا الشغل في أتون من النار لكن عندي فرح في داخل أن كل واحد يسمع الرسالة يتغير وفعلا الرب يحب كل شخص الرب يحبك والرب عاوز يجوعنا وعاوز يعطشنا لأمور سموية لأمور الرب في حياتنا العالم جذاب عنده بريق جذاب أيضا لكن بيعطي شبع كاذب في ناس بتركض وبتسعى وراء لكن للأسف وراء الأوهام وفي ناس بتشرب مي لكن بتشرب مي مالحة بتزيد عطشة أكتر وفي ناس عايشة بالأوهام أوهام مثل ما قال المرنم أوهام كل الحياة أوهام أوهام يابا كل الحياة أوهام فإذن الشخص الممتلئ بحضور الله هو يعني عاوز يرضي الله عنده شبع وصرور حقيقة في حياته إذا عم بيركد وراء العالم العالم بيعمي الأبصار النبي إرمياء قديما قال عن شعبه شعبي عمل شرين ترى كوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لتضبط ماء بيتكلم عن شعبه كان بروح وراء مياه اللي موجودة في العراق والمياه اللي موجودة في مصر نهر النيل فإذن يعني للحماية والضمان والإطمئنان لكن عم بيحكي لهم إنه هذا الشر اللي عملتوه يعني كله فاني والأصعب من هذا حتى لو بدي يحفره عارفين أرض فلسطين كلها صخرية ففي ناس بتقعد أشهر تنحت في البير ولما بينزل المطر يعيني بيكتشف إنه في شقوق في هذا الصخر فراح كل تعبه كل حياته عناء وباطل وقبض الريح عندما تقابل يسوع المسيح مع الإمرأة السامرية قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا أما الماء الذي أنا أعطيه المسيح يعطي الماء الحي الماء الحياء الأبدية وبفيد وبينبع كمان من داخلك أنهار مياه حية هو الذي قال في إنجيل يحن الإصحاح السابع إن عطش أحد فليقبل إلي فإذن إن عطش لازم يكون عندك رغبة لازم يكون عندك جوع مثل ما أنت عندك رغبة للماء وعندك رغبة للجوع هذه الأمور ملحة في حياة الإنسان لازم يوكل لازم يشرب بنفس المقدار من ناحية روحية لازم يكون عندك الجوع والعطش لأمور البر للأمور الإلهية البر أحبائي هو العلاقة السليمة مع الله تعرفوا دخلة الخطية إلى العالم من خلال آدم أو بآدم لكن الرب بيكتب تعرفوا فيه الرسائل على فم بولوس وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون النموس بر الله بالإيمان بيسوع المسيح طبعا بكفارة المسيح غطى عيوبنا فعندما ينظر الرب إليك وإلي بينظر إلينا من خلال بر المسيح قد تبررنا ببر المسيح ما أعظم ما أمجد عمل المسيح في حياتنا أحبائي لما تغنى الشعياء قال فرحا أفرحوا بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر غطاني غطى عيوبي بالكامل المكافأة لأنهم يشبعون قال يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أيضا ثم قال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حيا للعالم فعلا أمامك شبع صرور وأنا بصلي اليوم أنه الله يشبع قلبك في بره في محبته في حضوره الإلهي ترجمة نانسي قنقر